السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في بحث جديد منشور بتاريخ 1 فبراير 2024 البحث دوت بيتم منقشة أثار جانبية محتملة لبعض الأدوية المضادة للسمنة الجديدة اللي هي الحقن الجديدة اللي هي السيماجلوتايد اللي هي الأوزيمبك مثلا اللي هي من المجموعة بتاعتها الأوزيمبك اللي هي أساسا بتستخدم لعلاج مرض السكري ولقوا أن هي بتجيب نتاج كويسة جدا مع الناس اللي عندها سمنة وبتبدأ تنزل معاهم الوزن بصورة كويسة وفعالة لقوا أن في البحث دوت بيتكلم عن أثار جانبية محتملة للأدوية دي وكيفية التغلب عليها عن طريق التغذية السليمة المقال اللي موجود قدامنا دوت أو الورقة البحثية ديت اللي هي موجودة في موقع ميدسكيب الأمريكي بتتكلم عن تجارب تجربة حالة مرضية تعاني من القيء والإمساك بعد تناول دواء السيماجلوتايت ويشير المقال إلى أن زيادة جرعة الدواء قد تتسبب في تراجع حجم وتكرار حركة الأمعاء ويتساءل الكاتب عن كيفية مساعدة الأطباء للتغلب على تلك الأثار الجانبية من خلال التغييرات في النظام الغذائي ويقدم بعض النصائح الغذائية المفيدة الكاتب اللي هو كاتب المقال بيوصي بالبدء بشرب كميات وفيرة من الماء يوميا للمرضى الذين يتناولون أدوية مثل السيماجلوتايت أو التيرازيباتايت حيث يمكن أن تزيد هذه الأدوية من خطر الجفاف بسبب الغذائيان الشديد يعني الأدوية دي ممكن تعمل معنا جفاف نتيجة الغذائيان الشديد ويفضل أن نشرب كمية وفيرة من الماء عشان نمنع الجفاف وكمان نحافظ على وظائف الكلا وكمان نقلل التعب والدوار بالإضافة لذلك تساعد السوال على تليين حرقات الأمعاء مما يجعلها أسهل في التمرير بعض المرضى قد يجدون أنهم من السهل جدا فجدان الوزن باستخدام هذه الأدوية مما يجعل نمط تناول للطعام غير منتظم يعني الناس اللي بتاكل عادي خالص لقاها فعلا أخذ الحقنة ولقاها بتجيب معا نتيجة فيبدأ يزود استهلاكه من الحلويات والكايربوهايدرات على أساس النهاية ما بقتش من الأطعمة الممنوعة خلاص كلا ما فيش بالنسبة له أطعمة ممنوعة بس برضو الأطعمة دي اكتشفوا أن هي بتزيد من الأثار الجانبية اللي هي الغذيان والإضطرابات المعوية كمان النصيحة بقى اللي يتم تقدمها هنا هي تناول كمية وفيرة من الألياف في غالبية المرضى ويمكن زيادة استهلاك الألياف للتخفيف من الإمساك وكمان نشرب مياه كتير يبقى كلا عندنا الناس اللي هتستعمل الأوذنبك أو السيماجلوتايد عشان تنزل وزنها وهتستعملها تبدأ تستعملها بجرعات عالية شوية يفضل أن احنا ننصحهم أن هم يكلوا أكلات فيها ألياف كتير وكمان يشربوا مياه كتير وكمان يتبعوا نظام غذائي صحي ويبعدوا عن الأطعمة المصنعة والغنية بالسكر والدهون اللي جاي بتزوب من الأصاري الجالبية زي ما تعرفنا عليها وكمان يقدم المقال نصاح إضافية مثل تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلا من وجبات كبيرة وتناول الطعام ببطء والتوقف قبل الشعور بالشبعة وكمان يشدد على أهمية تناول كمية كافية من البروتين للحفاظ على العضلات أثناء فقدان الوزن الموقع دوت أو المقالة دي أنا هسيب لكم الروابط بتاعها في صندوق الوصف وهي ممكن ترجعوا لها وأتمنى أن تكونوا استفدتوا وصلوا على الحبيب القلبي طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته